بسم الله الرحمن الرحيم معاكم عمر محسن. ازاي تقدر تعمل اسكان للفايل بتاعك علشان تأكد ان هو في فيروس او مفوش. فاقل من دقيقة ومن غير ما يكون عندك انتي فيروس. هندخل على موقع فيروس توتل وهنلاقي الموقع يفتحنا بالشكل ده. هنختار فايل ونروح على اختار مكان الفايل اللي في اللي انت شاكك ان فيه مشكلة. او ممكن يكون في فيروس او لا. هنعمل اختار فايل انا زلت لكم تلات فايلات. كزا حد كان ميدور من زمائلي على كراك اوفيس الفين وعشرة. فحبيت ان انا انزله من على الانترنت منافذ مضغوط بالشكل ده. وعمل له اسكان قدامكم ونشوف النتيجة هكون ايه? مجرد مختار الفايل هعمل اسكانت. وعيبتي دي هو يعمل على الانترنت علشان يعمل له اسكان. هو بيقول لي ان الفايل ده تعمل له اسكان من سعتاشر ديئة. فدي حاجة كويسة. لو حد عمل اسكاننا اللي كتب. فانقول له وريني النتائج بتاعته كانت ايه? بعد ما دخلت عشان اشوف ايه النتائج بتاعته. الاحز ان دي كلها انتي في الفايل بتقول لي ان الفايل ده فيه تورجان وسباي وير وطبعا زي ما احنا شايفين كل دي انواع محتمل ان هي فيروسات تكون موجودة في الفايل ده. اه ده الموقع الاول والموقع التاني اللي هو اسمه بيروس سكان دوت جوتي دوت ارج. برضو نفس الموضوع بعمل تشوز فايل وهختار انا كنت منزل برضو كراك تاني زي ما احنا شايفين بعد ما عملت السكان لاحزنا ان شركات بتقول ان هو مفوش فيروسات وفيه شركات بتقول برضو ان هو في فيروسات اللي هي باللون الاحمر. طبعا بنصيحتي ليكم. اه في الغالب لو انت عندك برنامج محتاج تفعيل او محتاج اه كراك زي ما بيقولوا. اه متحاولش ان انت تستخدم برنامج دوت وحاول تشوف ليه بديل. بمعنى ان انت يما تشتري البرنامج دوت ويكون حاجة كويسة جدا مشهورة مشكورا يعني تقديلا لما كود المبرمجين اللي عملوا البرنامج او لو انت ما عندكش او ظروفك ما تسمحش تحاول تشوف بديل ليه. يعني مسلا انت عندك برنامج فاك الضغط ونرار ممكن تلاقي فيه بدي بديل لي اسمه بي وان بديل كويس جدا مجاني الناس بتنصح بيه وبتتصدموه ما فيش اي مشكلة بدون تدفع ولا ماليم. اه بنامج تاني برضو اسمه كتير بيدور عليه عشان يظهر له العلامة بتاعت الدولود والكلام ده كله انت بوك برضو تنزل بديل ليه اسمه وكذا لو دورت على برامج كتير حتلاقي ليها اه بدائل مش محتاج ان انت تجيب نفس البنامج وتدور على كراك وتخلي الجهاز بتاعك فيه فيروسات وفي الغالب الفيروسات دي بتصنع يعني ما فيش حد يبقى حاجة ببلاش يعني حتى اللي بيعمل كراك او اللي بيعمل مسلا اللي موجود في كيجين او حاجة بتلاقي حضط لك فيه فيروس عشان يستفيد بطريقة او باخرة شكرا لكم واسف لو طولت عليكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان كل يستفيد